غير أبيهين ربما بما يدور من حولهم يحاول هؤلاء الأطفال إنضاء قسط من المرح وإي مرح ذلك الذي تضله السواتر الترابية مشهد يروي حالة من التأقلم مع الخطر الذي يحاول سكان قرى التماسي غربية حلب عيشها في مناطقهم مناطق يتعاقب فيها الموت والحياة كتعاقب الليل والنهار والله العالم ما يعيشه معونات ما في يعني بيجينا كل ست شهور كل سنة حسب يعني بيجينا مرة في الشهر وبعدين ما بيجينا شي مشان الماء ما في ماء يعني مشترية شري مشان العالم والله العالم يعني طبعا هون كلها طبعا فقيرة يعني كلها بيركة من يعني ما مع أجار تدفع أجار بيوت أو من هالأمر وفي عالم بتخاف يعني وكل من يعني بيرك في بيته بستنى نزلت هون نزلت هون يعني نترقى بيك أنه بس أنه يعني الوضع يعني بين العالم هون ما حدا بيطلع بس صار ضرب ما حدا بيطلع أخبر القصف على قرى التماسي غربية حلبلاسيما بلدة تديل تتصدر يوميا لائحة النشرات قذيفة هنا سيارة تحترق هناك ما انتهد أوترة تصعيد حتى يخرج السكان قاصدين دكان القرية الصغير لشراء بعض احتياجاتهم دفتر الدين المتنامي كاف وحده ليلخص سوء الأوضاع المعيشية للسكان هنا فأرد ما احتاجه كثير للعالم والمشكلة ولا أنا ما في حاله وغل ضرب وخط الريبات كل شي ما في حاله وغل السمان شغال بس والدفتر للدين علينا الدين وعباش تريب يضاع بالدين بيجي بياخوه بسجل بالدين كل شي بالدين هذا الوضع بتديه صير بعد نجيب بالدين ونسجب بالدين بيجي نسوي من أصل ثمانمائة عائلة كانت تقطن قرى تديل وكفر عم وكفر تعال غربية حلب قبل عام بات يعيش فيها في أفضل الأحوال مئة أو مئتان تغيب عنهم كل مقاومات الحياة أمام أسباب الموت وأشكاله الحاضرة بقوة أمامهم بين مترقة القصف الذي لا يكاد يهدأ على قرى التماسي الغربية حلب وسندان الأوضاع المعاشية القاسية تعيش مئة العوائل التي لم يجبرها على المري هنا على ما تقول إلا الأمر خارج مناطقها لتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب ريف حلب الغربي